الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروم عليهم ولا الضرمين آمين كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه لداء خفيا قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن من هائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال رب أنا يكون لي ظلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولن تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلمن نوس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب من قوة وآكيناه الحكم صبييا وحلالا من لدنا وذكاته وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليهم يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتمذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأأملك ظلاما زكيا قالت أنا يكون لي ظلاما ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء أهل المخاض إلى جزع النخلة قالت يا ليتني مد قبل هذا وكنت نسيا منسيا فنادى ما من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكني واشربي وقربي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت لي قومها تحمله قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أفتهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى من مريم قول الحق الذي فيه يمتعون